يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ قلب سليم قلب ده لو شقوه فيو العقيدة الصحيحة فيو التوحيد مش تدعلك ببشر والله ده يجروا منا كلهم أي زول ماسك للشيخ يوم القيامة بيجر من قيامة دي لو قامت لا شيخ بنفعت لا فكيه لا حجاب لا بغرة لا تراب لا قبة لا غيره عقيدتك في الله بس الله بنجيك بالعقيدة والتوحيد والعبادة والعمل الصالح وبرحمته يوم يفر المرء من أخيه يفر يفر دي شرحوا كيف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة وبنيه ظل بجر من أمه بجر من أبو بجر من أخو بجر من زوجته بجر من ولده ليه بجر لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه بجر من أمه يجفل الحوار بتاعه دي حسنات قال تعالى في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال تعالى في القرآن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى صحف فيه شنو ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيت ويتا مش السعى عليك الشيخ قال تعالى في القرآن إن يوم الفصل سماو الفصل إت ماسك في الشيخ ما إت أجمعوا فيه أن يوم الفصل يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله ما تقول اللي هنا الذي أجداد الذي الذي شيخ اليهود قالوا أجداد نناس إبراهيم 어려 apart hearts рупات قالوا فيهم كلام ما فيهم كلام والنصارى قالوا أجدادنا نناس إبراهيم عليه السلام فيهم كلام ما فيهم كلام الله قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أي زول بحسابه أي زول بيدربه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله تعالى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم هذه الآيات العظيمة فيها بشارة من الله تعالى لأهل الإيمان والاستقامة بأنهم تتنزل عليهم الملائكة قال بعض المفسرين كابن جرير الطبر رحمه الله تعالى تتنزل عليهم الملائكة بعد القيام من القبور وقال بعضهم كابن كثير رحمه الله تعالى تتنزل عليهم الملائكة في لحظات الموت عند الاحتضار الزل أجل تم أذار فارق الدنيا وينتقل إلى الآخرة تتنزل الملائكة عليه في تلك اللحظات ويرى الملائكة انت بعيونك تشوف الملائكة هذه نازل عليك وهذه الملائكة تبشره بثلاث بشارات المؤمن المستقيم البشارة الأولى ألا تخافوا لأنه جماعة الزل عند الموت بيكون شيء الهم خايف لأنه ماشي بعد ذا يفتحوا له باب ده باب الآخرة بيكون خايف هل الله قبل عمل الصالح ولا ما قبله هل سيئات غفرت ولا ما غفرت هل هو من أهل الجنة ولا من أهل النار هل يعذب في القبر أم أنه لا يعذب فابكون خايف في لحظات الموت إنت خايف في لحظات الموت الملائكة بيقولوا للمؤمن المستقيم ما تخاف قدام شغلتك دي مجيها ما تخاف ألا تخافوا واحد اثنين أزول بيكون شيء الهم للأولاد وراه هم فارق الدنيا وأولاده صغر وعنده أموال قال ولا تحزنوا قال ابن كثير أي على ما خلفتم من الأموال والأولاد تلاتة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون زولا جماعة من عنقريب من سرير إيواروا إنه من أهل الجنة شاكي المؤمن ده في الموت بيكون سعيد جدا المؤمن ده من الموت وشايف الملائكة نازل عليه في صورة حسنة وبيض الوجوه وهو إلى آخر من الموت بيكون سعيد مرتاح جدا أسأل الله يحسن ختامنا أجمعين رجالا ونساء بفرح فرح شديد شكير رسول عليه الصلاة والسلام في صيح البخاري قال لفاطمة رضي الله عنها لا كرب على أبيك بعد اليوم جاء الموت قال لا بعد الليلة كرب ما في قدام راها الكرب انتهى خلاص التعب ده كان في الدنيا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقيه المؤمن ده في الموت بعد الموت بارتاح قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم لما الملائكة بشروا أشكي في صيح البخاري وفي صيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها كلنا يكره الموت يا رسول الله قال لا يا ابنة الصديق ولكنه العبد المؤمن في البخاري ومسلم إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة الرحمن فتبشره برضوان من الله أو بالخير فيفرح بلقاء الله يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم فجماعة زول الدار متحسن خاتمة والدائر يرتاح في الموت والدائر يخش القبر والله يرحمه والدائر يمش القيامة بعدين الموازين حسناته تكون أكتر من سيئاته وأثقل من السيئات وإطلع الصراط جدام هناك الصراط الجسر الفوق جهنم وإنجو جسر فيو خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان تخطف الناس في النار الدار ينجو من الأهوال دي وبعدين يفتحوا لباب الجنة ويدخل الجنة والله يرحمه يعمل حاجتين في الآيات دي الحاجة الأولى إن الذين قالوا ربون الله الناس يربهم منه ربون الله الله العظيم سبحانه وتعالى عقيدة في الله نظيفة الناس يا جماعة الصحية العقيدة تهتم بالتوحيد العقيدة للأسف الشديد شيء يعتقده أبو لهب وأبو جهل يخالفه اليوم من يدعي الإسلام شيء من الدين يعتقده أبو لهب مجعد لله يعتقده أبو جهل يعتقده ما هو هذا الشيء أن الخالق هو الله وحده لا شريك له أبو لهب كافر تبت يدها بلهب وتب أبو جهل كافر ودي العاد الرسول عليه الصلاة والسلام وكفرون وشركون أساء الظنب الله وغلوا في المخلوق وجعلوا بينهما بين الله وصائط هذه الأصنام ولئن سألتهم من خلقهم الكفار ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون في سورة الزخرف صفحة الأخيرة وفي صفحة الأولى من سورة الزخرف ولئن سألتهم الكفار من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وقلت لي أبي جهل يا أبا جهل من الخالق يقول لك الله من الرازق يقول لك الله من المحيء الله من المميت الله البيدبر الكون منه يا أبا جهل يقول لك الله سبحانه وتعالى ويتكافر يا أبا جهل يقول لك أنا كافر وكافر ليه والله نحن قلنا الله ذا كان مشعنا له وعديل ما بيقبلنا بنعبد الأصنام ديد قربنا لأله ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا قربون لأله في سورة في سورة الزمر هناك في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون ذا الكفار الخمسة حاجات قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون سيقولون الله بقول دا الله سبحانه وتعالى لكن شرك ماذا يعبدوا الله براه دارين يعبدوا الله معاه غير الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة توحيد ماذا ربهم إن هذا لشيء عجاب الليلة شرك شرك حتى في الربوبية زول المسلم أو يقول أشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله ومره مره تصلي ليا الله وتحفظ نفسه من الفاحشة والمعصية المخلة بالأخلاق وبعد تقع السنتين ما أنجبت ثلاثة سنة قل لك ما أشهد الفكيه الفكيه قل لك ده بيدي جنة كباشي كم أد ولد قالوا كذي قصيدة قالوا فيها كذي كباشي كم أد ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أد طفل كباشي ده عقيدة والله ما اعتقدها شارون ولا بوش ولا أبو لهب ولا أبو جهل ولا فرعون ولا هامان ولا قارون ولا عقبة ابن أبي معيط ولا أبي ابن خلف ولا 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 من كفار الدنيا في ذلك الوقت وفي هذا الوقت يألا من شذ من هؤلاء ديلا بنتكلم عنه ديلا هنا الشاذين الشاذون نسأل الله العافية يا جماعة زولي مش لي زولي قل لدي دين جان ارفع يدك لي الله قل يا الله الدين جان بدك ابراهيم عليه السلام قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بعد كبرت في السن قال ابن كثير عمره اربع وثمانون سنة اربع وتمانين سنة نبي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل من بر الجامع ده حكو لين الحاصل ونحن عارف انه لانو قال قال قوماك نزاور الاولياء الاقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال نحن ننكر اولياء ما بننكر الاولياء لكن دين ما اولياء وزول الدع الملغيب دا عدو لله كلامنا دا مش حار خايفين على الناس من عذاب الله صفة لله تدية لي عبد الله سبحانه وتعالى لي عبد الله قال قوماك نزاور الاولياء الاقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاير منهم عليم بالغيب باطن اظاهر والله تعالى يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب اياك تمش ليه فكيد قل لغنما اتراحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم اسأل الله باسماء الحسن وصفات العلا يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى وياخذ بنواصينا جميعا الى البر والتقوى انه ولي ذلك والقادر عليك الحمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ان الذين قالوا ربنا الله نازل ظنهم في الله عظيم نازل يحسنون الظن بالله ويوحدون الله ويقينهم في الله عظيم هاجر عليها السلام زوجة ابراهيم في صيح البخاري لما ذهب بها ابراهيم الى تلك الدوحة في مكة ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء سكنت هناك ختاف الدوحة ومعا اسماعيل عليه السلام ولوكيداك صغير يرضع وعنده جراب وقربة موية جراب فيه تمر قربة موية والموية كملت والتمر انتهى والعطش واسماعيل يبكي وهو صغير وهي تصعد الى الصفة تنظر هل من رجل او من قوم هل من رجل او امرأة عنده زاد او ما هل من قوم تمشي المروة تاني تنزل تطلع الصفة تجي المروة تطلع الصفة تجي المروة وهكذا سبع مرات وقبل القصة وقبل الله سبحانه وتعالى يمنع لهم بالكرامة العظيمة ما زمزم ابراهيم عليه السلام لما ترك هذه المرأة التي هي من المؤمنات بل كان ايمانها عظيما بالله سبحانه وتعالى مختاف الدوحة وركب حصانه وراجع ركضت خلفه قالت يا ابراهيم الى من تتركنا الى من تتركنا وهو لا يلتفت اليها فلما ذهب قالت يا ابراهيم الله امرك بهذا انت الله امرك تخذت اين الله امرك بهذا فالتفت قال نعم قالت اذا لن يضيعنا ورجعت وكتال الله امرك امش الله ما بضيعنا وفعلا الله اكرم بكرامة للليلة شغالة ما زمزم الزول ظن بالله يكون عظيم الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار والمشركون في البخاري ومسلم جاءوا قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر احدهم موضع قدميه لرآنا نحن شايفين كرعين لو دنقر بس بيشوفنا قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا دا الإيمان الناس في زمن موسى عليه السلام مشوا البحر مع موسى عليه السلام هروبا من فرعون وهامان وصلوا البحر فرعون سمع به جلاحق ومعاوى الجيش قدامنا البحر غرق ووراهم فرعون سيوف وكتل قال أصحاب موسى إنا لمدركون خلاص انتهينا قال كلا إن معي ربي سيهدين دا اليقين هنا لم تجي القربة تلجأ إلى الله مش تقول يا الله في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين وتمرق برة تعتر تقول يا الحسن من المحن ويا ودبدر من الفقر ويا بقرون من العيون ويا الفلع لفون الأسرع من التلفون ويا فلان ويا علان ويا الخنجر ويا صلاح مين وفلان علان والآخر ويا ودبان ويا التوم ويا فلان العقيدة في الله تكون صحيحة وديها جماعة ما يساء الناس كلامنا بشوفوا يساء نحن ممنسي قلنا للناس نادوا الله الخلق الكون ما تنادوا الشيوخ وين الإساء الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام فارغ الدنيا قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ما في صحابي واحد قال له يا أبو بكر تأسئت للرسول عليه الصلاة ما في لأنه ما أساء البيعبد الرسول الرسول مات والبيعبد الله الله حي ما بموت دي حقيقة وتوكل على الحي الذي لا يموت أنحنا الليلة لما نقول للناس البنادي البرعي والبيعبد البرعي برعي مات مات ولا ما مات مات والبنادي الله والبيعبد الله الله حي ما بموت كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليه يزعله أزول مات ولا ما مات مات دفنوا ولا ما دفنوا دفنوا أزول من يمود عمل قطع ولا من قطع ان قطع إلا من ثلاثة التلاتة رسول قال لك عمل قطع ولا تكون ما مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عمل قطع إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الولد يدعو للميد مش الميد يدعو للولد وميد بيقى مع ملائكة يسألو من ربك ودبه جاي ناديو الشيخ الحقنا وجوه بيسألو فيو من ربك ودبنادي فيو دي حلوها كيف سي عقائد غريبة الشافع إذا أكل التراب أمو تقول لك أكاه أبو يقول لك ما تأكل التراب الشافع يكبر يلقى أبو جنب القب بياكل في التراب دي حلوها كيف سي يقول لك أبو شنو يعني يلقى بياكل في التراب وعقائد غريبة ياخير الصحابة دي الما قتلوا شهده بنوا ليهم قبة مش هناك الناس ما مشت كلكم ناس مشوا المدينة بنوا ليهم قبة حمزة رضي الله عنه قبة كم متر ولا مدماك ما فيها ولا طوبة زولي يا أخي موت الليلة ابنه لي غرفة وعزابة ما لاقين يزوجوا ابنه لي الميت وسأول لي باب وبهية ولقدام ما معروف ما روح ذاته ونسأل الله العافية الله قال وليتطوفوا بالبيت العتيق يطوفوا بالقباب رسول قال لعن الله زوارات القبور الليلة نحن جائم في الطريق بالتين شابات داخلات القبة في الطريق من بعيد شايفينهم اللابسات عبايات لابسات وداخلات القبة عقائد وبلاوه والله البلد ما تتقدم لا يرجعوا للعزيز الكريم العظيم يا أخي قم بالليل وأسأل الله قم نص الليل ولا الثلثة الأخير قل لي يا الله أنا مريض أشفيني ما بيشفيك وإذا مريضت فهو يشفين قم قل لي يا الله أنا براي زوجتي أديني جنة وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له طوالي طوالي الله اده جنة لذلك العبد يلجع إلى الله يا أخي طفل يلدوه الله حافظه في بطنمه تزعى شهور امرق للدنيا يعلق لك أمون قل لك دا بيحفظوا من العين ويعلقوا في الحجبات قل بيحفظ الله قال تعالى في القرآن فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أدعلك في الطفل كمون لا حجاب لا تعتر تنادي شيخ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين يا جماعة الناس تعظم الله ناس توحد الله علموا النساء في البيوت والله كلام مزعج كلام مخيف والله نحن نخاف أن ينزل علينا غضب الله تعالى ما ممكن الله يخلق الكون كله يخلوه ينادو مخلوق يأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويمرض ويموت زول يركب مواصلات امشي للشيخ في المسيد ما لك عيان ماشي لمنوع للشيخ ليه شعن أبقى كويز امشي يصل للمسيد وين الشيخ الشيخ ما في ماشى وين الشيخ الله الشيخ حاسي ماشى المستشفى الشيخ ماشى المستشفى وده عيان وانتظروا في المسيد هسي دي حلوها كيف انت ما تركب ركشة تلحق وطواري ده تقعد تنتظروا هو له محاياته دي بخراته دي فيه الشفى كان باقي لك خلاه ماشى الصيدلية والدحقنا وماشى المستشفى يا ناس الناس تفكر والناس تتعقل الناس عقيدتها تبقى في الله نظيفة من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي على الكتاب والسنة ده البعداك بتنزل علون الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ونحن والله نخاف على الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى عقائد أغل في البشر الدين ده صح في صالح وفي غير صالح ما أنكرنا الصلاح لكن الصالح ده لي نفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها التعاصي وده صالح يخلوكم سوا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ويعمل صالح بقى صالح تمام ليه نفسه ما ليكتا رسول عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قال في صح مسلم يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا ده في صح مسلم أبو فاطمة صلى الله عليه وسلم قال ليه فاطمة رضي الله عنه أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا قيامتي لو قامت لا شيخ بنفعت لا فكه لا حجاب لا بغرة لا تراب لا قبة لا غيره عقيدتك في الله بس الله بنجيك بالعقيدة والتوحيد والعبادة والعمل الصالح وبرحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم قلب ده لو شقه فيه العقيدة الصحيحة فيه التوحيد مش تدعلك ببشر والله ده يجروا منك كلهم أي زول ماسك للشيخ يوم القيامة بيجر منه أقرى سورة عبسة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يفر يفر دي شرحوا كيف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة وبنيه زول بيجر من أمه بيجر من أبه بيجر من أخه بيجر من زوجته بيجر من ولده ليه بيجر لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه يعني يغنيه عن الآخر ما فاضله بيجر من أمه يجف له الحوار بتاعه يدي حسنات يجف له ينجيه والله الذي لا إله غيره هؤلاء الناس كأنهم لا يقرؤون كتاب الله قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ما تفكر في الآيات والأمر يومئذ لله قال تعالى في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال تعالى في القرآن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى صحف يشنو ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيت ويتا مش السعى عليك الشيخ قال تعالى في القرآن إن يوم الفصل سمعه الفصل إنت ماسك في الشيخ ما يتا اللي بيمسك يعني إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله ما تقول لينا دي الأجداد ودي الشيوخي اليهود قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام دي فيهم كلام ما فيهم كلام والنصار قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام فيهم كلام ما فيهم كلام الله قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أي يزول بحسابه أي يزول بيدربه أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلاء أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يرينا الحق حقا نرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطل ونزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا وصائب الدنيا متئنا اللهم بأسماءنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك يا رحمة الرحمن صلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله